السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة في بث مباشر يعني ليلة السبت على الأحد إن شاء الله في هذا اليوم رح يكون في بث مباشر إن شاء الله تعالى بتوقيت الأردن الساعة عشرة بتوقيت جرينيج انزلوا ثلاث ساعات يعني على الساعة سبعة بتوقيت جرينيج فاللي حابب إنه يكون موجود معنا لأنه رح نحكي بيعني عن بعض المسائل وبعض الأسئلة وإجابة على بعض الأسئلة وأيضا تحليل للأبراج وزوايا هاي ككل إيش بتأثر على هاي الأبراج وإيش المنتظر فاللي حابب إنه يكون موجود أهلا وسهلا فيه طبعا اليوم توقعاتنا لا يوم السبت 13 أيار مايو القمر موجود في الدلو الآن الساعة 34.38 دقيقة من صباح اليوم السبت القمر بده ينتقل ويصير في برج الحوت طبعا بالنسبة للقمر الآن موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 51 دقيقة من بعد ظهر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر بما إن القمر موجود في برج الدلو لغاية ساعات الصباح معناتهم نشعر إن بحاجة مسئلة تغيير من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر هم ننشط اجتماعيا هم نرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا يتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة إدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التزديس الإيجابية اللي ما بين الشمس وما بين نبتون وهذه تأثيراتها وإنها مستمرة من يوم 11.5 إلى يوم 24.5 هاي الزاوية ذروتها يوم 18.5 ساعة 59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج الزاوية هاي بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث بتمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام وبرضو بتعطينا دفعة بالمواهب الفنية والميل للأحلام وقوة الحدث بتجعلنا نشعر بالطمأنينة الداخلية وبتخلقنا ظروف مناسبة أيضا للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية اللي بين المريخ وبين بلوتو طبعا كل تفاصيلها موجودة بحلقة لحال يعني صرنا نعمل الزوايا من الأيام هاي أي زاوية بدها تصير صرنا نعمل لها حلقة نعمل فيها شرح أكثر وتأثيراتها ولو هي موجودة عخارتك الفلكية شو الصفات اللي بتعطيك بالنسبة لزاوية التقابل السلبية اللي بين المريخ وبين بلوتو وهاي ما بين يوم 11.05 يعني بدأت ذروتها ومستمرة لتسعة وعشرين خمسة طبعا الذروة القسوة لإلها يوم واحد وعشرين خمسة الساعة ثلاثة وحد عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب وبتدفعنا للتمرد والتصرف بعكس التيار وعكس المجتمع ومقاومة النظام الساعد والقوانين وبرضو بتعرقل نجاحنا ومبادراتنا وعلاقاتنا تعد دلالة على مشاحنات وعنف وحرب ودمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال طبعا ما من حد الدول ولكن انو انتو شايفين الوضع لحالكم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين اورانوس وهاي من يوم 1.05 ليوم 19.05 طبعا ذروتها بتكون يوم 9.05 الساعة وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش غالبا بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات بسبب هاي الوضعية بتزيد من عنادتنا واندفاعنا والاستقلالية الشديدة والغرابة وبتجعلنا نخطئ في احكامنا وبرضو بتعرف هاي الفترة نوع من انواع التحولات العنيفة في حياتنا من الميل للمبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء برضو بيعرضنا لتوعكات لها علاقة بالقلب او تشنجات عضلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي طبعا من يوم 8.05 ليوم 12.06 تأثيراتها وهي زاوية ايجابية وذروتها يوم 22.05 الساعة 5.16 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش اي زاوية بتعزز قدرتنا القيادية وبتشجعنا على الاقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتزيد من ثقتنا بنفسنا تمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لفعالية معينة والتأثير والقيادة ايضا يعني عنا طاقة كبيرة بسبب هاي الزاوية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي الزاوية طبعا من يوم 7.05 ليوم 24.05 ذروتها يوم 15.05 الساعة وحدة و44 دقيقة بعد الظهر بيكون عندنا نوع من انواع التركيز عالي الدرجة لدرجة انه منكتشف اي شخص بيحاول الكذب علينا او خداعنا كما انها هاي بتدفعنا لحب المغامرة والتحمس لفكرة ممكن انحقق انجازات علمية او عملية وبرضو بتدفعنا للاثارة ولكن يعني شوي هيك ممكن تساعدنا على الكفاح او الاجتهاد عشان نوصل لمثل عليا هي مناسبة للشعور بالطمأنين النفسي والانجازات العملية الكبرى اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهي زاوية مستمرة من يوم 28.04 ليوم 13.06 طبعا ذروة هاي زاوية يوم 23.05 الساعة 5.12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بسبب هاي زاوية بيحقق البعض تقدم على حساب الاخرين برضو هاي بتأثر على الامور اللي الها علاقة بالامور المالية وخسارات مالية وضغط على المستوى والمردود المالية فبتكون تنتبهوا لاموالكم بشكل كبير اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي من اخطر الزوايا على امور المال زي ما ذكرنا هي تأثراتها من يوم 22.04 ليوم 22.06 طبعا ذروة هاي زاوية ساعة واحدة وتسعة دقائق فجرا بتوقيت جرينج من يوم 18.05 بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة المستوى المادي او الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لان وضعيتنا ممكن تضرر بشكل كبير طبعا شرح كل الزوايا هاي كان بالحلقات السابقة فعشان هيك بس بحكي انا تأثيراتها على الاشخاص اما التأثيرات الدولية فلو رجعت لحلقة يوم الامس بتجدها موجودة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد وبين زحل وهاي الزاوية من يوم 5.05 ليوم 28.05 وحكينا انه هاي الزاوية لها ذروتين الذروة الاولى اللي هي يوم 12.05 كانت في ساعة 8.41 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج والذروة الثانية يوم 19.05 في تمام الساعة 6.38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا الذروة الاولى انتهت لسه مستمرة قصدي لانه عطارد لسه بيتراجع وانه هاي لها تأثيرات سلبية انه شوي بتخلينا هيك بطيئين بالتفكير او منزعجين متهورين بتسبب حوادث سير وازمات طرق وايضا لها علاقة بانه ما بنقدر نوصل المعلومة من اول مرة مع الاشخاص اما لما تصير ايجابية فهي بتساعد على امر النقيد وبتعزز قدرتنا على تحليل الامور مناسبة لعمل فكري وايضا بتعطينا طاقة ومقاومة جسدية بنتصرف بحكمة ومن ثابر في اعمالنا ومشاريعنا وهذا الوقت المناسب لتنفيذ اعمال فكرية بتطلب تركيز او لانجاز مضاربات عقارية طبعا انا بركز على انه هاي لو اليوم بقولك ماشي اوكي هاي الامور جيدة ولكن لما نقول لبكرة او للايام اللي جاية معناته لازم انه يكون الامر بعقلانية اكثر لحديث ما ينتهي تراجع عطارد يوم خمستاش خمسة اما بالنسبة للزوايا اللي مع القمر فطبعا في زاوية ذكرناها يوم امس اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين القمر والشمس اللي بسببها بصير القمر نصف بدر ولكن اليوم بدأ ينحسر القمر باتجاه الهلال طبعا هاي زاوية كانت الساعة 228 دقيقة من عصر يوم الجمعة بدأت تأثيراتها من منتصف ليل الاربعاء على الخميس ولكنها راح تستمر حتى صباح يوم السبت فعشان هيك من موعد بث الحلقة ولغاية ساعة يعني صباح السبت يعني قبل الظهر بشوي انتويلوا للظهر بتظلها هاي الآثار موجودة هاي زاوية بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين متقلبين وبتزيد من صعوباتنا مع الجنس الآخر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهاي طبعا الزوايا اللي اليوم راح تتشكل مع القمر وايضا ذروة زاويتين بطيئات اليوم ايضا وركزوا فيهم مضبوط لانه هدولا بيحددوا اللمحة الاساسية لهذا اليوم وشو المكاسب اللي موجودة اول زاوية هي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي طبعا تاثيراتها بدأت من يوم ثمانية خمسة ومستمرة ليوم تسعة عاش خمسة وبما انه ذروة هاي الزاوية معناته بتعطي حضوض مشتركة لعطارد والزهرة ذروة هاي الزاوية طبعا راح تكون الساعة ثنتين وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقين جرينيتش ولكنها مستمرة لغاية يوم تسعة عاش خمسة بتعزز المواهب الفنية والادبية تجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح وهذا وقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين تقدر تستفيد من الراحة اللي بيوفرها إلك هذا الجو من هاي التاثيرات للكواكب بأمور الدعوات أو أمور سفر أو أمور تسلية بتدل على توجه وسائل الإعلام للتركيز على الميدان الفني وتتبع أخبار الحفلات والمعارض والمسابقات الفنية اللي تقام وإنتاجات الفنانين وعطاهم كما بتزيد من الاهتمام بالمواضيع المتعلقة بالمرأة وحريتها وخصوصا أيضا الأمور اللي تتعلق في فئات الشباب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي طبعا راح تكون ذروتها الساعة ثلاثة وخمستعشر دقيقة من صباح اليوم السبت طبعا بدأت تأثيراتها من مغرب يوم الجمعة ورح تستمر حتى ظهر يوم السبت نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة أيضا وبصير في عنا حضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما إنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بتدل على استقرار أو على حالة من الاستقرار والأمن والتفاؤل في الرأي العام على المجتمع وزيادة في مدخيل المؤسسات المالية والبنكية ونجاح في العلاقات التجارية والدبلوماسية المبرمة في هذا اليوم بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا قلو المسار قلو المسار رح يبدأ الساعة ثلاث وخمستعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام ساعة أربعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة أربعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش القمر بانتقل وبصير في برج الحوت عشان هيك من ساعات الصباح بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين من الذمر منكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزووا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي تعتبر هاي الفترة فترة ممكن نقع في حبائل الغرام بوسعن التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بطيئة ما بين الزهرة وما بين زحل فاليوم ذروتها طبعا هاي الزاوية بدأت تأثيرها من يوم ثمانية خمسة ورح تستمر ليوم أربع وعشرين خمسة اليوم ذروتها الساعة ستة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج مناسب إلى استقرار العلاقات العاطفية بيضمن لك إخلاص محبوبك بالدل على تحسن أوضاع الفلاحين وعمال المناجم والمحافر وأيضا اليد العاملة بالصناعات الثقيلة وموظفي الإدارات العمومية ومؤسسات الدولة والعناية أكثر بالشيوخ والعجزة اعتدال في توجيهات بعض الجماعات المتطرفة اهتمام أكثر بالتراث الفني التقليدي محاولة إحياء وتجديد بعض الانتاجات الفنية اللي ممكن هتحقق إرباح أكثر في أغاني شعبية أو تقليدية كلاسيكية ممكن برضو الأمور اللي إلها علاقة بالأسهم يكون في نوع من أنواع الاستقرار أكثر في البورصة وهي فترة مناسبة لعقد القران أو الزواج أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي طبعا رح تكون ذروتها الساعة 23 و43 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش تبدأ تأثير هاي زاوية من صباح يوم السبت وبتستمر حتى منتصف ليل السبت على الأحد بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى النشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأمور التجارية أنت واثق من نفسك تتألق بفضل أو بسهولة أو بقدرتك على تعبيرك برضو بتدل على حركة سكان متزايدة خلال هذا اليوم أو المواطنون بيصير عندهم حركة عالية جدا نشاط في المواصلات وخصوصا الداخلية منها كما بتتركز وسائل الإعلام على دور المرأة في المجتمع وكذلك مواضيع الشباب والتربية والتعليم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون ذروتها الساعة 13.11 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها من مغرب يوم الجمعة وحتى صباح يوم الأحد بنواجه مصاعب وعرقيلة بتطلب مننا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة ونكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميالين للكآبة بالدل على استياء الرأي العام من وضعية الشيوخ والمتقاعدين والمرأة والمرأة خصوصا في العالم القراوي أو من تعسفات رجال الأمن والسلطات الأمنية وتراجع مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والطرابات في أمور العلاقة بالبورصة تناقضات رهيبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي طبعا راح تكون ذروتها الساعة 53 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش ولكن تأثيراتها بتبدأ من ساعات صباح يوم السبت وبتستمر حتى صباح يوم الأحد هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم بيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا أيضا وبتسمح لنا إنه نعيش أوقات ممتعة جدا بتدل على ميل الرأي العام لما وضيع إلى علاقة بالوضع الفني والترفيه والتسلية وبتنعم النساء باستقرار وتوازن نفسي كما أنها بتشهد هاي الفترة أو بتشهد بعض المؤسسات المالية أو بعض القطاعات كالنسيج والتجميل رواج أكبر ومداخيل أكثر خلال هذا اليوم طيب إيش تعليقك يا سعيد على هاي الزوايا اللي واحدة بتودينا شمال والثاني بتودينا يمين والخربطة اللي بتصير والتناقضات أول إيش اليوم هو رح يكون يوم مميز إن شاء الله تعالى على الجميع الزوايا أغلبها المتشكلة وذروتها اليوم هي أمور إيجابية وداعمة ولكن بعض الأشخاص بسبب تأثيرات الزوايا الثقيلة أو البطيئة السلبية بيكون عندهم نوع من أنواع الحدية والعصبية والتقلب بالمزاج والكلام اللاذع والتهور في بعض الأوقات تراجع عطارد بيأثر على عملية الحوادث والخصوصا أنه اليوم في ازدحمات زي ما حكينا بعض الزوايا رح تشجع الناس على الخروج ولكن عطارد بيفقد التركيز عند البعض صحيح أنه هو بشكل زوايا إيجابية فممكن أنه يتعرضوا لحوادث أو لإصابات أو ازدحمات بالطرق أما بالنسبة لباقي الزوايا اللي بتتعلق بالبورصة فطبعا بما أنه عطارد بيتراجع معناته رح يخدعكم لا تأمنوا على الموضوع اللي له علاقة بالبورصة أو الأسهم صحيح ممكن يصير فيه هبوط وصعود أو صعود وهبوط سريع خلال هذا اليوم ولكن بيظل بحد معتدل يعني ما فيه قفزات نوعية إلا إذا كانت الزوايا الكبيرة اشتغلت شغلها عاد والأمر السياسي ولكن ما أعتقد خلال هذا اليوم أنه يكون فيه أي شيء كبير أما بالنسبة للوضع العاطفي فالوضع العاطفي ممتاز جدا خلال هذا اليوم على المستوى التجميل ومستوى الترفيه ومستوى تغيير الشخصية أيضا ممتاز جدا ولكن على المستوى العاطفي مش أي كلمة تقال تأخذ على محمل الحساسية والتحسس وردات الفعل لأن القمر صار موجود في الحوت معناته لازم أنتبه أن الحساسية في هذه الأيام لازم أسيطر عليها وأعمل ضدها مش يعني أصير صلب أو فذ أو مشكلجي لا هي أني أنا أكون مرن وعرف كيف أوازم بين الأمور بدون أي حدية وبدون أي مواجهات وبدون حساسية وما تحسس من أي كلمة عشان أنا أخلق زعل ما بيني وبين الحبيب هذا رأيي في هذا الموضوع والله أعلم أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا بطة الساق والكاحل الساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية هدولا لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فالأعضاء اللي بتصير عندنا وطيلة اليوم القدمان أصابع القدم الغد النخمية الغد الصنوبرية الأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للآلام هذا الهرمون بيصير في نوع من أنواع يعني قلة الإفراز فمنشعر بالألم أكثر من المعتاد فعشان هيك بنضطر نوخذ مسكنات وأيضا هرمون الميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم طبعا برضو هذا بيصير في بعض الخلل فعشان هيك بيصير عندنا رغبة للسهر أو أرق ما بنعرف النام أو قلق من بعض الأمور وأفكار بتخلينا ما نعرف النام وحبي بيصهروا مع بعض أو ناس عندهم خيبات أمل وبيصهروا ضد بعض عادي جدا يعني فالمهم أنه فيش مسائل النوم واللي بينام بده يحلم بكوابيس أو أحلام خلص أنتوا لحالكم فسروها طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية هذا اليوم مناسب جدا للعمليات الجراحية وخصوصا اللي هي مش في فترة خلو المسار أهم باقي الأوقات فهي ممتازة وما في أي مشكلة أما بالنسبة للعمليات الجراحية فلكل أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لهذا الموضوع أيضا اليوم نعطيه درجة أعلى بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن لسه الجراحة ما بشجع فيها ولكن الحقن بأنواعه اليوم ممتاز جدا يصلح لازلت الشعر الزائد بالليزر أو بغير الليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنى ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت رح ينتقل وصير في برج الحوت معناة خلو المسار القادم بيبدأ يوم الاثنين خمسة عشر خمسة بيبدأ في تمام الساعة ثنتين وستة وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وخمس وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 23 يوم طبعاً بيكمل 23 يوم الساعة 12 منتصف الليل نسبة الإضاءة بتصير 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 21-5 منتحس بنسبة 25% الآن في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 5% القمر في الدلو بدينتقل للحوت في ساعات الصباح وبدينظل في الحوت لغاية يوم 15-5 طبعا منتحس الآن بنسبة 10% ساعات منتصف الليلة هاي الجمعة على السبت بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 30% أما من ساعات بعد الظهر بسبب الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل مع زحل رح تنزل 15 درجة معناته 15 سعيد بنسبة 15% عطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم 15-5 منتحس الآن بنسبة 10% ولكن بظل إنه اليوم طاقة السعادة في أعلى شوي فإحنا منسميها طاقة الإرسال يعني الطاقة اللي خارج منك بتكون منتحسة 15% ولكن الطاقة القادمة لإلك بيكون فيها نسبة سعودة الزهرة في السرطان حتى يوم 5-6 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% حطيتوا اللايك يالله تحت تحت كبسوا على الكبسات الله يرضى عليك والمش مشترك يشتريك والمشترك يلغي اشتراكك واللي حط اللايك يحدس لايك واللي حدس لايك يحدس لايك برضو الله يرضى عليك ويبارك فيكو يا حبابي شكرا للكم جميعا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا من الآن ولغاية ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء باللقاءات الاجتماعية بعلاقاتكم الاجتماعية بحواراتكم بنقاشاتكم بدعواتكم بمناسباتكم أشياء من هذا القبيل الأجواء جيدة للترفيه وتغيير الجو ولكن من ساعات الصباح بصير القمر انتقل ولا برج الحوت اللي هو بيت متاعبكم فبتبدأوا تشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري حاولوا انكوا تخلدوا للراحة من وقت لآخر طبعا بدكوا ما تراهنوا على الحضوض أبدا ما تحسموا أي أمر اليوم في نوع من أنواع الهدوء أو البعد عن الصخب في نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو خسارة طبعا رغم كل هاي التحذيرات إلا إنه الأجواء فيها بعض الإيجابية اللي بتخفف من هاي الآثار فممكن تمر عليك مرة الكرام وما تشعرش بأي شيء وبالعكس الأجواء تكون جيدة ولكن احتياطا انتبه من القرارات والعصبية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل من الآن ولغاية ساعات الصباح لأن القمر لسه ما يعني ما انتقل للحوت فعشان هيك بتكونوا تحافظوا على سمعتكم لا مجازفات ولا مغامرات ولا تهور أما من ساعات الصباح فهونا القمر بنتقل وصير في برج الحوت فهونا بتنشطوا بين الأصدقاء بتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو أحدهم تقدر تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء أو أحد الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد الأجواء جيدة ودعمة بقوة بالنسبة لإلك والنشاطات الاجتماعية هي اللي رح تسيطر على الساحة اليوم من خلالها ممكن تحقق مكانة أو دعم أو مساعدة أو تلجأ لمساعدة أحد الأصدقاء أنت أيضا أهم شيء أنه مش أي موقف أو كلمة بتخرج من صديقك تروح عمله بلوك فحاول قدر الإمكان تضبط أعصابك برضو برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم لغاية ساعات الصباح اللي بيتقدم لأمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد رغم أن الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية وبتدعمك شوي بتساعدك بالإجتياز إمتحان وأيضا على اتصالاتك وحواراتك وتعاملك مع أشخاص خارج البلاد فهي جيدة جدا تدعمك بقوة حتى على مستوى العواطف أما من ساعات الصباح هنا القمر رح ينتقل لبيت السمعة فهنا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وأيضا هذا اليوم بصير مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل بدهم يقدموا طلبات يعملوا مقابلات يعني جيد إلى هذا العمل وبرضو بعض الأشخاص ممكن يجيهم عروض أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض الأمور العائلية الشخصية اللي بكون المطلوب منك أنك تكون على قدر من المسؤولية في معالجتها وحلها أهم إشي إنك تحافظ على سمعتك لا تهور لا مغامرة لا كلام لاذع ولا تقلب في المزاج لا ما هو أنا بحكي لأمين للجوزاء تقلب مزاج انسى تقلب المزاج عادي عادي اعمل اللي بدك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتكون تتفحصوا حساب مشترك اليوم التركيز رح يضل من الآن ولغاية ساعات الصباح على الوضع المالي ترتيب فواتير دفعات البحث عن موضوع قديم سبب قديم مشكلة قديمة موضوع عائلة قديم حوار نقاش ترتيب تعزيل شغلات إلها اهتمام بالبيت وإلها علاقة بالأموال المشتركة والمطالبة بالحقوق وترتيب فواتير أهم إش إنك ما تجازف بالأمور المالية أما من ساعات الصباح فهونا بتبدأ يوم يختلف تماما عما سبق اليوم القمر رح ينتقل للبيت التاسع فهونا يعني بتصير جيدة للاهتمام بكل شيء العلاقة بخارج البلاد أو بالدول الأخرى أو بأشخاص أجانب عنك بتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو بصير عندك رغبة أو اطلاع على هاي الموضوع برضو الاتصالات البعيدة بترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهم إش إنك ما ترتجل أي عمل وحاول إنك ما تستخف بالواجبات لأن الأضواء مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية وتعتبر هاي فترة مهمة جدا بالنسبة لأيكم عشان هيك الأجواء رح تكون جيدة وممتازة خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي عمص متوى الحوار والنقاش والتواصل واللقاءات والامتحانات وأمور أخرى حتى المستوى التجاري جيد رح يكون أهم شي مش تقعد تبكي على حظك وتضيع اليوم من إيدك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم القمر ما زال موجود مقابلنا تماما يعني في الدلو فعشان هيك بظل اهتمامنا إليه علاقة بتعزيز شراكاتنا أهم شي إنه يعني في هاي الساعات الأخيرة من هذا اليوم نحاول قدر المكان نضبط عصابنا ممكن طلبات أو حوارات أو شغلات هيك تستفز برج الأسد بده يضبط عصابه يحاول يمشي الأمور الأجواء جيدة برضو للحوار والنقاش إذا كان الجو هادئ طبعا أما إذا كان الطرف الثاني مزعج فولع فيه عادي يعني ما عندي مشكلة أنا لأنه يعني كل واحد بريح راسه شو بدأ أقول لك طيب أما من ساعات الصباح فهنا القمر رح ينتقل للبيت الثامن البيت الثامن يعني رح يصير التركيز على الأمور المالية المشتركة الأموال اللي معك شريك فيها بنك وريبة قرض سلفة ترتب وضع مالي لك ديون دك تحصلها بحاجة لدين أو دعم من شخص بدك تطلب منه لمساعدتك إليك ميراث بدك تطالب فيه يعني كلها هاي أموال اسمها أموال مشتركة حتى لو إشي بالضريبة أقول لك لو في البريد لو عند الدكان إليك أشي اللي يمكن تطالب فيه اليوم من كثرة الطفر اللي ضارب على تبعين الأسد أهم شي تنتبهوا لصحتكم وصحت قريب لإلكم ممكن تكون بحاجة للرعاية خلال هذا اليوم حذروا من الإهمال لنقاط إدارية أو قانونية أنت اليوم بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالجوا أمور مالية أو إرتية أو تنشغلوا بتخليص معاملات رسمية أهم إشي إنكم ما تتدمروا تعرف شو خطر في بالي لما أوليد برج الأسد إنه أنا بقول إنه أنا بدي أعمل بث مباشر اليوم في الليل وفي مئة ألف واحد رح يجو آه عملت البث المباشر عشان ده كتلم مصاري بما إنه الأموال المشتركة وعشان الدعم والتبرعات ولا واحد يتبرع بديش تبرعات اليوم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل أهم إشي إنكم ما تبادروا لأي عمل جديد الأجواء بلشت تضغط على موليد برج العذراء لأنه القمر الآن في مراحل المقابلة فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لأعمالكم تنتبهوا لصحتكم في ساعات الصباح القمر رح ينتقل يصير مقابلك تماماً الأجواء جيدة لأنه تقريباً وضع الكواكب كلها إيجابية فهنا بتعطيك طاقة جيدة لتعزيز العلاقة مع الشريك أو التقرب أو الرغبة للتفاهم معه مع شريك العمل أو العاطفة أو مع الزوجة أو الزوج وهذه فترة نحكي أنه فيها إيجابية وفيها عاطفية أكثر ولكن طبعاً معروف عن العدراء أنه عقلاني أكثر من أنه عاطفي فعشان هيك أهم إيجابي أنه ابعد عن أي مواجهات قانونية أو عاطفية خلال هذا اليوم وبحذرك من عدائة الجو والنفور والخلاف والتوتر وحاضروا من المشاكل على أنواعها لأنه طاقتك ضعيفة أنت ويعتبر يوم يعني بضرب على الطاقة شوي بما أنه القمر رح يكون في الحوت حاول قدر الإمكان تتمالك نفسك وما تتخذ قرارات وتيجي على راسك برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعاً هنا بتظل العاطفي قوية عندكم بتميلوا لتقرب من أحبائكم والتجاوب معهم من الآن ولغاية ساعات الصباح الأجواء جيدة وداعمة عاطفة عالية جداً فيه نوع من أنواع الترفيه فيه نوع من الأجواء الجيدة طبعاً فيه بعض موليد برج الميزان مولعة عندهم ومشاكل وخلافات وباء ولكن الأغلبية العظمى من موليد برج الميزان الأجواء رح تكون ممتازة حتى التقرب من الأبناء ممكن تنشغل بمسألة وتتعلق بأحد أبنائك ولكن إجمالاً فيه قوة بالوضع أهم شيء أنه ما تعتمد على الحظ كثيراً أما من ساعات الصباح فهنا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا أنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم هذا اليوم مناسب لنشاط بدني مراجعة الدكتور صرف أدوية أخذ علاج البدء بأمر صحي إجراء عملية جراحية يعني بظل وضع جيد ممكن تشتكوا من بعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم شيء أنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية وطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جداً أهم شيء أنك تهتم بسلامتك الجسدية طبعاً في أشياء مميزة كمان بعضكم ممكن هيك إذا اجتهد واشتغل وما تغيبش وراح التهى بأشياء ثانية يا عمل جديد يا تكريم يا إنجاز بعض الأعمال اللي يمدح عليها برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بدكوا تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن ولغاية ساعات الصباح لأنه بدنا ندخل في فترة تقترب من خلوم مسار والأوقات لسه الزوايا ما أعطت طاقتها بالكامل اللي تكون لصالحك ولكن على المستوى العائلي والأجواء العائلية والتقارب العائلي واللقاء العائلي والفرحة العائلية أو الأخبار اللي لها علاقة بالعائلة بتكون جيدة صحيح إنه كثير من موليد برج العقرب مضغوطين بسبب حركة الزوايا أو الكواكب الذيلي وسببت لهم مشاحنات لها علاقة بالبيت أو قرارات بتتعلق بالبيت أو بأحد أفراد العائلة واترتهم بشكل كبير ولكن هذا مع ساعات الصباح بيبلش يختفي من ساعات الصباح بتبدأوا مرحلة جديدة لأن القمر رح يصير في البيت الخامس فبصورة عامة هذا يوم يجابي بيبعد على البهجة على الإنشراح على الحب على العاطفة على الخيال الخصم فبوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوكم للإبكار لنشاطاتكم حضروا بشكل جيد لعملكم ما ترتجلوا المواقف ممكن تنطلق بمشاريع جديدة أو تتلقى إجابة أو إشارة يعني في حظ في عاطفة في اهتمام بالأبناء اهتمام بمظهركم اهتمام عام بكل الأمور ولكن زي ما حكينا الخيال خصم فالأشخاص الخياليين واللي بيصرحوا كثير واللي خيالهم بيعمل لهم أفلام في مخهم ما يترجمهوش عرض الواقع يعني فاهميني انتم ماشي برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اللي بده يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد لأنه هذا البيت الثالث وانتبهوا أثناء قيادتكم لسيارة وأثناء نقاشاتكم من العصبية الأجواء جيدة عندكو سرعة بديها بتقدروا تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم عندكو نشاط عندكو حيوية وعندكو قدرة على التحرك بكل الاتجاهات طاقتك ممتازة حتى على المستوى العاطفي ممتازة جدا من ساعات الصباح طبعا للأسف الشديد إنه القمر رح يدخل للبيت الرابع فهنا الاهتمام رح يصير على مستوى البيت على مستوى مسكن على مستوى روابط عائلية موضوع عائلي ولكن الغالب رح يكون في نوع من أنواع الإيجابية أهم شيء تلطف الأجواء تفادي لأي أزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد بشجعك طبعا تواجد القمر وهي الزوايا اللي بتتشكل بنوع إيجابي لها ورشة جديدة بالبيت مشتريات أو ترتيب وضع البيت بشكل جيد أو ترحيل أو استئجار بيت الأمور هاي كلها ولكن أجهزة إلكترونية أو كهربائيات بدك تتفقدها بشكل جيد عشان ما ينضحك عليك وبترتفع نسبة الحضوض بشكل كبير خلال هذا اليوم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بدك تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة ليش؟ لأن القمر في بيت المال لغاية ساعات الصباح وبرضو الأجواء لسه مش جيدة فعندك رغبة لصرف الفلوس وإذا ما فيه فلوس يعني لو بتتداين الفلوس عشان تصرف أو يعني أهم شي خففهم من النفقات انتبهوا من تقلب الوضع المالي ممكن تهتموا بفواتير أو دفعات أو سداد بعض الديون من ساعات الصباح طبعا الوضع رح يختلف تماما هنا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب جدا للقيام بنزهة قصيرة أو لقاء أخ أو تعاون مع جار أو لقاء جار مناسب أيضا لتقديم الامتحانات المشاركة بالمؤتمرات الندوات اللقاءات العاطفية الحوارات العاطفية الرومانسية اللي طبعا يعني مش كثير موجودة يعني عند بعض وعند بعض كما شي والبعض الثاني عقلاني أكثر وبتنجحوا في طرح موضوع حساس وممكن تقدموا على عمل مهم بيلفت الأنظار والإعجاب يعني أجواء جيدة وممتازة وممكن أنكوا تستفيدوا منها بشكل جيد حتى على المستوى التجاري ممتاز جدا بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا القمر موجود عندكم الطاقة اليوم بتبدأ ترتفع بالزيادة نشاط وحيوية من الآن لغاية ساعة الصباح رغبة بالبدأ بكل شي جديد أهم إشي أنه عند فترة خلو المسار بس ما تتخذ قرارات حاسمة وما تبدأ أو تبادر بعمل جديد واصلوا أعمالكم اللي بدأت فيها من قبل أما من ساعات الصباح فهنا بتحصل على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة بتقدروا تبحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضعكم المالي بتستعيد الثقة بنفسك ولكن بدك تحاذر من المبالغة بالمصاريف والعطاءات فممكن أو العطاية بمعنى آخر هاكا صرة من الدنانير هاكا مش عارف لا لا مش هيك قصدي وممكن تظهر بعض المصاريف الغير متوقعة فعشان هيك انتبه اليوم من مصاريفك لزيادة من مشترياتك اللي ما إلها داعي ومن المحتالين برضو اللي ممكن يستغلوك ولكن أهم شي انتبه ما تدخل بأي مغامرات مالية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الفجر أهمش انه ما تبادروا بأي شي جديد القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك لغاية ساعات الفجر وما بعد هالي فترة خلو المسار بتشعر بضغط أكبر أما من ساعات الصباح فهون القمر بوصل لعندكم تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع عليكم انكو تعززوا معنوياتكم من الجديد بتتحمسوا للمبادرة ولإدخال تعديلات على حياتكم هاي بداية فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجأة وخبر السار أو استعداد لورشة جديدة ويعتبر هذا اليوم من الأيام المميزة طاقتك ممتازة والفتلة لانتباه حتى حواراتك ونقاشاتك بتكون ممتازة جداً مرغوبة عند الجنس الآخر بشكل أكبر ومش أي موقف تتحسس منه عشان هيك بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية خلال هذا اليوم عشان تقدر تحصل بكل شيء جديد يعني حاول حتى لو بتغير من مظهرك قصة شعر تجميل تتحمم تغسل أي شيء سوى أي شيء عشان تحس بالنشاط والتغيير ما تنسوا أنه في بث مباشر يعني مساء يوم السبت ساعة عشر مساءاً بتوقيت الأردن يعني سبعة بتوقيت جرينيج في بث مباشر إن شاء الله القناة بتمنى أنه يعني المهتمين بالبث المباشر أنه يحضروا عشان في حوارات كثير مهمة رح نحكي فيها بتحليل الأبراج إن شاء الله تعالى للجميع طيب حطيته لايك وديسلايك برضو وحطيته الشير والمير والفير والأشياء هاي الكبسات اللي تحت كبستوا عليها بزعل منكم بزعل منكم الله يسامحكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة